اشتركوا في القناة الى قاعدة الاسخير الجوية حيث قدم سموه خالص التعازي وصادق المواساة الى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس الوزراء وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار رئيس الوزراء واحفاد الفقيد الراحل رحمه الله دعين الله العلي القدير ان يتغمد فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته كما تقبل صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله التعازي من كبار افراد العائلة المالكة الكريمة واستذكر سموه مناقب الفقيد الراحل والجهود التي بذلها رحمه الله في خدمة مليكه ووطنه مؤكدا ان صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله كان قائدا محنكا نهل الجميع الكثير من خبرته ومداركه في كافة مجالات الحياة والعمل ليس على الصعيد المحلي فقط بل على الصعيدين الاقليمي والدولي ايضا واشار سموه الى ان البحرين فقدت برحيله رحمه الله قائدا حكيما سخر حياته من اجل رفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين عبر عطائه الممتد طوال مسيرته الزاخرة بالانجازات والتي ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن وحاضرة لنواصل البناء على ما تحقق في مسيرة العمل الوطني من اجل الوطن والمواطن من جانبهم اعرب سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة وسمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء على مشاعره الطيبة والنبيلة بتقديم واجب العزاء في وفاة الفقيد رحمه الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة